أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريره الثالث عن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 وأكد المركز انتظام سير العملية الانتخابية في كافة مراكز الاقتراع التي تابعها الفريق الميداني التابع للمركز مشيرا إلى انتظام عمل اللجان في موعدها المحدد على مستوى محافظات الجمهورية وأشرت تقرير إلى المشاركة الكثيفة لمختلف الفئات من الناخبين في التصويت بمختلف اللجان في كافة أنحاء الجمهورية كما أكد أن الخروج الكبير للمصريين بهذا الشكل وبعد عشر سنوات من ثورة الثلاثين من يونيو يعد تأكيدا على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل